هذا وأكد الدكتور أيمن عقيل رئيس رئيس قسم الجراحة في المستشفى العسكري على أهمية إعطاء اللقاحات للمواطن والمقيم نظرا لما تشكله اللقاحات من ضرورة ملحة لتشكيل مناعة مجتمعية يمكن من خلالها تجاوز المرحلة الراهنة في التعامل مع الفيروس فترة الوباء تعدت سنة ونص تقريبا والواضح أن السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة عالميا حتى مما حليا أن الفئة الشريحة الأكبر من المجتمع تأخذ اللقاح سواء الكبار في السن الصفوف الأمامية وحاليا حتى الأطفال من فوق 12 سنة أمس طعامت ولدي 13 سنة لأن تعرف أن نرجع للحياة الطبيعية من ناحية رجوع المدارس عودة الحياة الطبيعية اللي احنا كلنا مفتقدينها حاليا فالمثبت علميا حاليا أنه لأن يكون عندك وباء من هالنوع إما أن التطعيم يكون فعال ويقضي على الموضوع أو أن يكون فيه علاج فعال وحاليا اللقاحات أثبتت في الدول عدة أنه أرجعت للحياة فيها لشبه الأمور الطبيعية لأنه نسبة التطعيم كانت أعلى من 70 بالمئة المثلج للصادر أنه يعني أنا أمس كنت في مركز سترة للتطعيم وكان شي خيالي يعني التنظيم الأعداد اللي كانت موجودة وسرعة حصولها على التطعيم ونشوف حتى الشباب الأصغار اللي قاعدين يطاعمون شي يعني شي يعني يعني يعطينا أمل أن البحرين إن شاء الله راح تشتازها المرحلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر